كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم برنامج اند اوف تيكست في رمضان هيكون مختلف لاننا هنعرض لكم اهم دراما رمضان عشرين تلاتة وعشرين وانلم المتوقع كده انه هيكون مسم استثنائي والنهاردة انا جاي اقول لكم اهم المسلسلات في سباق رمضان عشرين تلاتة وعشرين يلا بينا نشوف اول مسلسل معنا ايه اول مسلسل معنا هو مسلسل الكثيبة مية واحد والمسلسل هيكون بطولة عمر يوسف واحمد صلاح السعدني واسر يسين وفتح عبدالوهاب ووفاء عمر المسلسل هيكون من تأليف اياد صالح واخراج محمد سلمة المسلسل هو واحد من اطخم الاعمال الامتاجية في رمضان عشرين تلاتة وعشرين وبالدور احداثه حول الكثيبة مية واحد في مواجهة الارهاب في سيناء والمسلسل كمان هيتعرض على شاشة هون تيفي ومن الاكشن ننتقل للكوميدي ومعنا في المسلسلات الكوميديية السنة دي مسلسل الصفارة والمسلسل هيكون بطولة احمد امين اللي طلع بدور شفيق وشارك في بطولته انعام سلوسة وحاتم صلاح وقاية سماحة وطهد السوقي المسلسل من تأليف صارة هاجرس وشريف عبدالفتاح وكمان اشرف على كتابته احمد امين اللي هو بطل المسلسل وكمان المسلسل من اخراج على اسماعيل والمسلسل بتدور احداثه عن ان شفيق شغال مرش السياحي شفيق دا اللي هو احمد امين بطل المسلسل وبيسرق صفارة توت عن خامون الصفارة دي بتخليه يرجع للماضي 3 دقايق يعمل احداث في الماضي وبعد كده يرجع تاني للحاضر يشوف الاحداث دي اسطارة ازاي عليه في حياته والمسلسل هيتعرض على شاشة دي ام تي ومن الكوميديا ننتقل للدراما الاجتماعية ومعنا في الدراما الاجتماعية السنة دي مسلسل علاقة مشروعة اللي هيكون من بطول السياسر جلال وبيشارك في طلطه مي عمر وبساند شوقي وداليا مصطفى وميمي جمال ومراد مكرم المسلسل هيكون من تأليف سماح الحريري واخراج خالد مرعي المسلسل عبارة عن 15 حلقة وفي الحلقات بتتحول حياة السياسر جلال الاسرية المستقرة لحياة متوترة وده بسبب حادث هيتعرض له في المسلسل هنشوف احداثه سوا على قناة كون ولسه مستمرين في الدراما ومعنا في الدراما مسلسل تحت الوصاية المسلسل من بطولة مونة زكي وبيشارك كمان في بطولته دياب ونسرين أمين المسلسل من تأليف خالد دياب وشرين دياب وكمان اخراج محمد شاكر وبتدور احداث المسلسل عن ان فيه ست بتعول قسرتها عن طريق مركب صيد وبتقابلها شوية مشاكل في الشغل وفي حياتها وهنتابق احداث المسلسل ونرجع تاني للكوميديا واللي من ثلاث سنين لأول مرة تشارك معانا دونيا سامير غانب في مسلسل جات سليمة المسلسل بتدور احداثه في 15 حلقة في اطار كوميدي بنت اسمها سليمة ورثة عن باباها مكتبة بتكتشف ان المكتبة دي بترجعها للماضي فهنشوف مع بعض الاحداث اللي هتدور في المسلسل على قناة سي بي سي نرجع تاني للدراما ومعانا مسلسل سوق الكنتو المسلسل بطولة امير كرارا وميعيز الدين وشارك في بطولته فاتحي عبدالوهاب المسلسل تأليف هاني سرحان واخراج حسين المبناوي والمسلسل بتتم احداثه سنة 1920 وبتدور احداثه في سوق الكنتو اللي هو سوق البالا عن شاب بتتقلب حياته بعد اخناقها بيتخنقها مع تجار البالا وبعد كده بيتحول لبلطاجي هنشوف احداث المسلسل مع بعض على قناة دي ام سي ولست مستمرين في اطار الدراما الاجتماعية بعد نجاح السنائي ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي في مسلسل الملوش كبير رجعوا لنا تاني السنة دي في مسلسل دار بنار واللي هيشارك معاهم انتصار وبدرية طلبة المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن واخراج مصطفى فكري المسلسل بتدور احداثه حول ان فيه بنت باباها توفى فبتضطر ان هي تشتغل مكانه عشان تصرف على اخوتها المسلسل هنتابعه على قناة انتيبي ومن الدراما الاجتماعية ننتقل للسيرة الزاتية الدينية معانا مسلسل رسالة الامام المسلسل هيكون بطولة خالد النبوي وهيشارك كمان معاه في البطولة اروجودة وخالد انور ونضال الشفعي المسلسل من تأليف محمد عبية واخراج اللي يسحجه المسلسل بتدور احداثه حول اخر 6 سنين في حياة الامام الشفعي وهما 6 سنين اللي عاشهم في مصر وهنتابع احداث المسلسل على قناتي الحياة وسي بي سي ونرجع تاني للكوميديا بمسلسل الكبير اوي مستمر معانا مسلسل الكبير اوي سنادي بعد النجاح الكبير اللي حقق احمد مكي في الجد السادس هيستمر معانا في رمضان السنادي المسلسل هيكون بطولة كالعادة احمد مكي ومعاه رحمة احمد الشهيرة بمربوحة وكمان بايومي فقادة المسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين واخراج احمد الجندي وهنتابع الكبير اوي على قناة اون تي في ولما نتكلم عن الاكشن والاسارة طبعا مش هننسى احمد السقع اللي هيشارك معانا السنادي في مسلسل حرب وهشارك في بطولته محمد فراج واحمد سعيد عبدالغني المسلسل من تأليف هاني سرحان واخراج نادر جلالة المسلسل هيتعرض في اخر 10 ايام من رمضان وهنشوفه مع بعض على قناة اون تي في وكمان معانا في الدراما التاريخية مسلسل سره الباتع والمسلسل هيكون في مجموعة من كبار النجوم زي احمد فاهمي وحسين فاهمي واحمد عبدالعزيز واحمد السعدني وحنان مطوع والمسلسل بتدور احداثه عن رواية سره الباتع ليوسف ادريس والمسلسل من اخراج خالد يوسف سره الباتع دراما عصرية تاريخية بتدور احداثه بين زمنين الزمن الحاضر وزمن الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 والمسلسل هنتبع على قناتي الحياة وانتفي واخيرا معانا مسلسل جعفر عمدة وهو مسلسل اجتماعي شعبي المسلسل بطولة محمد رمضان وبيشارك معاه منا فضالي وزينة وهالة صدقي وما يكساب ومنظر ريحانة المسلسل من اخراجه تأليف محمد سامي وبتدور احداث المسلسل عن ان مقاول متجوز ثلاث ستات وبتقابله مشاكل جوه الشغل وبره الشغل هنشوف المسلسل على قناة DMC وبكده اكون استعرضت لكم اهم مسلسلات رمضان 20-23 لو في مسلسلات عايزين نتابعها مع بعض اكتبوها لي في الكومنتات انا النور شلبي وده برنامج اند افتكست اشتركوا في القناة